وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل يجري بالرباط مباحثات مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية المباحثات التي أجريت على هامش الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني تم من خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والجوي من خلال الربط بين مطارة المملكة ومطار رفيق الحريري في بيروت هذه الزيارة التي كانت متعلقة بالجمعية العربية للطيران المدني باش نعملوا هاد الوقفة هادي ونتفقوا على تعزيز التعاون بين بلدان واخترنا نعملوا خاصة في مجال إعادة الربط لدي الطيران بين البلدان أضف في المملكة المغربية مطار الرباط أضف إلى ذلك نقاشنا موضوع قطاع النقل البحري وإن شاء الله كمان بطبيعة الحال دعوة مفتوحة لمعالية والفريق بزارة النقل لزيارتنا في لبنان لحتى نعزز النقاش أكثر ونوصل لقوام مشتركة ضمن مصالح البلدين وزير النقل واللوجستيك أجرى أيضا مباحثات مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري سانجو بارك وقد همت هذه المباحثات تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل بشكل عام والنقل السككي بشكل خاص كان اجتماع جد إيجابي تكلمنا على طريقة تعزيز التبادل والخبرات في جميع ما يهم النقل والتنقل هما لهم اهتمام كبير بالطبع بالمشاريع الكبرى خاصة تلك المتعليقة بالسكك الحديدية التي نحن على صدد يتلاقها تحت رعاية وتبعا التوجيهات السامية لسيدنا الله يمصره جئنا للتباحث في الشراكة بين المغرب وكوريا في مجال النقل والسلامة الطرقية وأود التأكيد أن كوريا مستعدة لأن تتقاسم مع المغرب الخبرات في مجال الصناعة والبنية التحتية السككية لسيما نقل الكفاءات في مجال الصيانة وبناء السكك الحديدية وفي نهاية المباحثات أبلغ السيد عبد الجليل نظيره الكوري بتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق في فبراير المقبل بمراكش داعيا كوريا إلى المشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى اشتركوا في القناة